هل تعرف كيف تتصرف مع الغرباء وما تقوله لهم كي تحافظ على سلامتك؟ إليك بعض النصائح تحقق من معرفتها كلها أنت في عطلة وتسافر وحيدا يوجد طابور طويل من الناس ينتظرون تسجيل الدخول في الفندق جاء دورك أخيرا وتعلن موظفة الاستقبال غير الخبيرة أن رقم غرفتك 3-2-1 بصوت مرتفع أعرف أنك متعب ولا تطيق الانتظار لتستلقي على سرير الغرفة لكن من أجل سلامتك أطلب من موظفة الاستقبال غرفة جديدة وأن تكتب الرقم على ورقة هذه المرة لا يحتاج أي شخص في الطابور معرفة مكان إقامتك قبل ولوج الغرفة تأكد من عدم وجود أي شخص في الممر أقفل الباب بمجرد دخولك وقبل أن تخلد إلى النوم ضع بعض الأغراض أمام الباب أو على مقبضه حتى إذا دخل شخص إلى الغرفة ليلا سقطت أرضا فتستيقظ على الفور إن سألك شخص ما في ردهة الفندق ما إذا كنت تسافر بمفردك لتكن إجابتك دائما لا أنا مع أصدقائي تنطبق نفس القاعدة على التواجد في الطائرات والقطارات وأي وسيلة نقل أخرى لن تعرف أبدا إن كان المسافر الآخر يسألك بدافع الفضول للدردشة معك أم يضمر أفكارا ونوايا خبيثة عندما يسألك شخص ما إن كنت تقيم في هذا الفندق أو ذاك لا تتسرع بالإجابة بالتأكيد بدلا من ذلك أخبره أنك تنتظر صديقا أو زميل عمل إذا احتجت إلى معرفة الطريق إلى مكان ما وعرض عليك أحدهم أن يقودك إليه بنفسه فلا تتردد في رفض هذا العرض بكل أدب شكرا جزيلا لكني سأعرف كيف أتدبر الأمر كل ما تحتاجه أن يرشدك إلى الطريق الصحيح فأنت لا تعرف أبدا إلى أين قد يقودك هذا الشخص دون علمك إذا سألك غريب أين تقيم تجنب الإجابة أو يمكنك ذكر اسم فندق مشهور مثل هيلتون لأن هذه الفنادق موجودة في كل مكان إذا أردت أو اضطررت لتكون أكثر صدقا مع هذا الشخص فيمكنك ذكر المنطقة التي تقيم فيها لكن لا تذكر اسم الفندق أبدا إذا كان هذا الغريب شديد لاهتمام بك ولا يريد المغادرة تصرف بغرابة تظاهر أنك لا تتحدث لغته حتى إذا كنت قادرا منذ دقيقتين فقط واصنع أشكالا غريبة بوجهك أو ابدأ الغناء كلما جذبت الانتباه لنفسك كان ذلك أفضل لن يقدم أي شخص على إيذائك إذا كان الجميع ينظرون إليك عندما تخطط للسفر حاول تجنب الوصول إلى مكانك الجديد تحت جنح الظلام من الأسهل دائما أن تعثر على فندق في وضح النهار مع توفر خيارات أكثر للتنقل ووجود كثير من الناس من حولك ستشعر بأمان أكثر وستوفر بعض الأموال بالحديث عن المال أعتقد أننا نعرف جميعا الحيلة القديمة بإخفاء بعض الأموال في ملابسك الداخلية أو الحزام أو أي من غيرها لكن تأكد دائما من وجود بعض المال على الأقل في محفظتك إذا حدث ما هو أسوأ وأراد شخص ما سرقتك يمكنك أن تترك له محفظتك حتى لا يغضب ويؤذيك في حالة عدم وجود ما يأخذه منك عندما تطلب طعاما لا تقدم اسمك الحقيقي إذا شعرت بعدم الارتياح عند ابتكار اسم مزيف لنفسك قل إنك تطلب لشخص آخر واستخدم اسما مألوفا إذا كنت مضطرا لتقديم عنوانك في صيدلية مزدحمة أو متجر لتسجيل بياناتك في قاعدة العملاء فاحذر أن تبوح به بصوت مرتفع اهمس به أو اكتبه على ورقة حتى لا يسمعه الغرباء انتهيت من مهمة التسوق بنجاح وعدت إلى موقف السيارات المظلم وشبه الفارغ في المجمع التجاري لتستقل سيارتك مهلا هل هذا معطف على زجاجها الأمامي؟ هل تنوي التخلص منه؟ توقف في الحال إنها حيلة يلجأ إليها الأشرار لسرقة سيارتك أخبر الأمن بالأمر واطلب منهم مرافقتك إلى السيارة والانتظار حتى تغادر المكان بأمان تنطبق نفس الحيلة على الإطار الفارغ من الهواء إذا لحظت ذلك بعد زيارة متجرك أو مطعمك المفضل عد إلى الداخل واطلب المساعدة إذا اقتربت من سيارتك وحيدا قد يظهر شخص ما ويعرض عليك المساعدة من المحتمل أن يكون هذا الشخص هو المسؤول عن تخريب إطار السيارة عندما تخرج من مكان عملك بغض النظر عما إذا كان متجرا صغيرا أو مكتبا لا تجب على من يسألك عن ساعات عملك بشكل مباشر أبدا أخبر هذا السائل أن ساعات العمل غير ثابتة وأن المدير هو من يقرر كل يومين وإذا سألك شخص ما إن كنت تعمل بمفردك أخبره أن لك زملاء يعملون معك بالداخل هل كنت تستمتع بابتكار لغات مشفرة وكلمات سرية وأنت طفل يمكنك الآن استخدام هذه المهارة من أجل سلامتك اتفق على عبارة سرية تشاركها مع عائلتك أو أقربائك عندما تكون غير قادر على التحدث أو المراسلات بشكل طبيعي عندما تقول لا تقلق سأذهب في رحلة قد يعني ذلك ساعدوني بسرعة يمكنك نقل هذه المهارات لمستوى أعلى وتشفير اسم الطريق الذي تتواجد عليه أو اسم المجمع التجاري الذي رحلت منه بصحبة شخص لا تطمئن إليه لا ضير في تعلم بعض أساسيات الدفاع عن النفس حتى إذا كنت لن تضطر لاستخدامها أبدا ونأمل ذلك تذكر أن أبرز نقاط الضعف هي العينان والأنفي والفك وتفاحة آدم في الرقبة والضفيرة البطنية أسفل الضلوع مباشرة والركبة ومشط القدم إذا اضطررت إلى ركوب المصعد مع شخص غريب قف بحيث يكون ظهرك للوحة الأزرار وبهذه الطريقة لن يتمكن من إيقاف المصعد بين الطوابط لا تسجل موقعك على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تصل إلى مطعم أو فندق أو مجمع تجاري جديد وإن كنت ولابد فاعلا ففعل ذلك في وقت لاحق سيشعر أصدقاؤك بنفس القدر من الحماس أو الغبطة مهما كان قصدك وستحمي نفسك ممن يتعقبونك رقميا يمكن لهؤلاء الأشخاص تتبع أي كان لا سيما إن كنت مشهورا إذا لم تكن تشعر بالراحة لأنك تعيش وحيدا في منطقتك الجديدة اجعل الأمر يبدو كما لو أنك لست بمفردك ضع مجموعة من النعال والأحذية بمقاسات مختلفة أمام الباب الخارجي وبهذه الطريقة سيفهم الآخرون أنك لست لوحدك تعرف على جيرانك قد لا تصبحون أصدقاء في النهاية لكن على الأقل سيكون لديك أشخاص يعرفونك وسيتفاعلون معك إذا لاحظوا شيئا مريبا يحدث حول منزلك أو شقتك وعندما تترسخ ثقتك بهم يمكنك أيضا أن تخبرهم بمواعيد مغادرتك ووصولك إلى المنزل تحقق من الإضاءة في المبنى الذي تقيم فيه أخبر فريق الصيانة بأي نقاط مظلمة أو مصابيح مفقودة في الردها تحتاج أيضا إلى إضاءة جيدة في ساحة ركن السيارات وغرف التخزين وغرف البريد وعلى الدرج وغيرها من الأماكن الشائعة لتجنب مواقف الخطر عندما تسير وحيدا إلى المنزل فحذار أن تنصع إلى رغبتك الملحة في تشغيل الموسيقى في سماعات الرأس أو الاتصال بشخص ما لتشعر بالأمان أثناء تحدثك إليهم عندما تستخدم الهاتف تكون مشتة الانتباه أكثر خاصة وأنت لا تستخدم أدوات مساعدة على الرؤية ولا تملك سوى يدا واحدة لحماية نفسك عند الضرورة تخيل أن هناك من يتعقبك في الشارع تعبر الطريق ويفعل نفس الشيء تخرج من الطريق المزدحم فيفعل نفس الشيء عندئذ احرص ألا تبتعد عن الشارع الرئيسي مهما حصل توقف وتظاهر أنك نسيت شيئا ما ضع يديك على جيوبك وتظاهر كما لو أنك تبحث عن محفظتك لا تتظاهر بأنك تبحث عن هاتفك فقد يعتقد من يتبعك أنك بلا هاتف فيدرك أنك لن تكون قادرا على طلب المساعدة ابدأ السير في الاتجاه المعاكس من غير المرجح أن يرغب هذا الشخص في السير خلفك إلى الشارع المزدحم وإذا كان تمثيلك جيدا قد يفقد اهتمامه بك لأنه سيعتقد أن جيوبك خاوية إذا لاحظت أنه ما زال يتبعك فاقصد أول مقهى تراه أمامك توجه مباشرة إلى الحمام وانتظر من خمس إلى عشر دقائق إن اكتشفت أن من يتبعك ما زال بانتظارك أطلب من العاملين بالمقهى مساعدتك على الفور إذا أردت انتظار وسيلة المواصلات العامة في الظلام حاول البقاء بالقرب من الناس أما إن لم يكن هناك أحد فانتظر داخل بناية جيدة الإضاءة حتى تصل وسيلة النقلة وآن ذاك أيضا ارفع جاهزيتك وراقب ما يدور من حولك إذا تصرف أحد ركاب بغرابة أو بدى مشبوها أخبر سائق عنه من المحتمل أن لا يكون هناك ركاب كثر لذا لا تذهب إلى أبعد زاوية بالحافلة بل ابقى على مقربة من السائق لتطلب منه المساعدة إذا لزم الأمر هل تعلم أن معظم عمليات اقتحام المنازل تحدث في منتصف النهار؟ يقول مكتب التحقيقات الفدرالي إن عمليات السطو تحدث في منتصف النهار لأن الأشخاص يكونون خارج منازلهم لا تجعل منزلك هدفا سهلا للسرقة فيما يلي عشر نصائح لحماية منزلك وبعض عناصر الأمان التي قد تحتاجها أثناء ذلك رقم واحد في قائمتنا هو أقفال الأبواب المحمولة لم تصمم هذه الأقفال للمنازل العادية فقط لنفترض أنك تقيم في منزل مستأجر حيث يأتي ويذهب العديد من النزلاء الآخرين يمكنك حمل أحد هذه الأقفال المحمولة معك تحتوي العديد من الغرف على آليات قفل ثانوية إلى جانب القفل العادي مثل سلاسل الأمان المتصلة بالأبواب لكن لا ينبغي عليك الاعتماد عليها دائما يتم تثبيت هذه الآليات فقط بواسطة البراغي هذا يعني أنه من سهل خلعها هناك العديد من نماذج القفل المحمول فما الذي يجب أن تبحث عنه؟ سهولة الاستخدام هو الأمر الأساسي لتثبيت القفل وإزالته في حالات الطوارئ معظم الأبواب المتأرجحة الداخلية مناسبة لهذه الأقفال قفل أدالوك مثال جيد يمكنك العثور عليه على موقع أمازون ثمنه ليس مرتفعا إلى حد ما وله تصميم متعدد لاستخدامات والأهم من ذلك أنه يأتي في قطعة واحدة يستغرق الأمر ثوان لرفع مستوى سلامتك أدخل طرفه في لوحة مزلاج الباب ثم أغلق الباب سيتم تثبيته في موضعه بمقبض تم الأمر بنجاح لن يتجول اللصوص في منزلك أو يتكبدون عن أسرقة الأشياء التقيلة مثل جهاز التلفزيون بل يريدون الدخول والخروج في أقل من عشر دقائق ما عليك فعله هو اتخاذ بعض الاحتياطات لإبطاء اللصوص الزجاج رقائقي رائع لهذا الغرض يجب أن تفكر في الاستثمار فيه يمكن أن تتحطم النوافذ العادية المصنوعة من الزجاج المقسى بسهولة لكن النوافذ المصفحة تشبه الدروع يمكن أن تتصدع ولكنها لا تتحطم لذا سيتجنب اللصو إصدار الأصوات بتهشيم الزجاج وجذب الانتباه ومن المحتمل أن يغادر قبل أن يدخل يختلف هيكل الزجاج رقائقي عن الهيكل العادية إنه يحافظ على النافذة سليمة حتى بعد تعرضها لضربات قوية النوافذ الزجاجية المصفحة أقوى مئة مرة وأكثر متانة بخمس مرات من النوافذ العادية ما الذي يجعل هذه الأنواع من الزجاج مميزة جدا؟ أولا أنها مصنوعة من عدة طبقات هناك طبقتان من الزجاج وتوجد بينهما مادة فينيل تساعد في الحفاظ على الطبقتين سليمتين وهناك ميزة إضافية تتميز الألواح المصفحة بخاصية عازلة للصوت لذا ستكون قد أصبت عصفرين بحجر واحدة تمتص الطبقة البينية بعض الضوضاء الخارجية فحتى الزجاج المصفح لن يمكنه عزل الصوت تماما ألن تكون الطبقة البينية المرئية؟ قد يكون هذا هو السؤال الذي برز في رأسك كلا الزجاج رقائقي شفاف تماما مثل الأنواع الأخرى يمكنك أن تستمتع بالمناظر الصافية خارج منزلك بينما تبقى آمنا لكن لسوء الحظ الحصول على هذا الزجاج المصنع خصيصا لردع السرقة قد يكلفك أموالا كثيرة يمكنك أن تطلب من المحترفين تثبيت طبقة رقيقة مصطولة على نوافذك أو يمكنك حتى شراء طبقة الحماية هذا تعمل جميعها وفقا للمبدأ نفسه لكن من الواضح أن هذه البدائلة لا يمكن أن تكون قوية مثل الزجاج الرقائقي نفسه النصائح القليلة التالية تأتي من لصن سابق وهو مايكل فريزر الآن يقدم بعض النصائح حول كيفية الحماية من السرقة نصيحته الأولى مثيرة للاهتمام للغاية لا تضع ملصق احذر من الكلب إذا كان لديك كلب إذا كان الكلب يستطيع أن يتجول في المنزل دون إطلاق الإنذار فيمكن لأي شخص أيضا أن يفعل ذلك هذه هي الطريقة التي يفكر بها اللصوص بالإضافة إلى ذلك تصبح العديد من الكلاب ودودة في وقت قصير ما لم يتم تدريبها بشكل خاص على الإمساك بالغرباء إضافة إلى ذلك يمكن وضعها بسهولة في غرفة وأن تتعرف الباقي وداعا لأغراضك الثامنة الإعلان عن عرض منزلك للبيع عبر الإنترنت إجراء معتاد لجذب المشترين المحتملين لكنه يجذب اللصوص أيضا مع صور منزلك التي تنشرها بعفوية يمكن أن تكون قد منحت اللصوص مخططات لمنزلك تمكنهم من القيام بجولات افتراضية يمكنهم بسهولة تحديد طرق الدخول والخروج تبدو كأنها خطة مثالية لسرقة منزل النصيحة رقم خمسة هي شراء نظام أمان منزلي تساعد هذه الأنظمة في منع السرقات وتخبرك في حالة حدوث ذلك وفقا للبيانات فإن المنازل التي لا يوجد بها نظام أمان أكثر عرضة للإقتحام بثلاث مرات تقريبا هناك العديد من الأنظمة للاختيار من بينها بعضها غالي الثمن لكن لحسن الحظ هناك خيارات ذات تكلفة معقولة أيضا ليس عليك حتى الاتصال بالمحترفين يعد نظام الأمان هذا من أمازون مثالا على أداة قليلة التكلفة مع ميزات مفيدة تم تصميم هذه الأنواع من الأجهزة لتكون سهلة التركيب والتثبيت سيتم إرشادك من خلال تطبيق للبرنامج والجهاز نفسه وهناك ميزة إضافية فلن تضطر إلى التعامل مع البراغ أو الأدوات أو ثقوب الحائط هناك أيضا خدمة عجلة سريعة يمكنها إختار السلطات إذا اخترت ذلك نظرا لسهولة تركيبها وتشغيلها فهذه الأداة مثالية للمقيمين لفترات قصيرة أيضا هل تتذكر عندما قلت إنه إذا كان الكلب يستطيع التجول في المنزل فسوف يتمكن اللصوص من ذلك أيضا حسنا التكنولوجيا هنا ليست في صالح اللصوص يمكن لهذه الأنواع من الأجهزة الآن اكتشاف الدخلاء وأن تتعرف على حيوانك الأليف يمكن وضع المستشعرات في النافذة والأبواب والزوايا ولكن لا يزال من الممكن تعديلها لتجنب الإنذارات الكاذبة التي قد تحدثها الحيوانات الأليفة لدينا جهاز آخر لإضافة مزيد من الحماية خاصة في المساكن المشتركة مثل مساكن الطلبة هو جهاز إنذار للباب هذه الأجهزة صغيرة للغاية لذا يمكنك وضعها في أمتعتك وأخذها معك في إجازة أحلامك يمكنك استخدامها في حياتك اليومية يمكن استخدام جهاز إنذار الباب على أي باب طالما أنك تضعه بالداخل يعمل بمثابة إسفين في الباب لكنه يبقيه مغلقا لكن كيف يعمل هذا الجهاز؟ عندما يتم تشغيل الإنذار فإنه سيمنع الدخيل من المرور وينشط إنذار الضوضاء يمكن أن يقض هذا صاحب المنزل أو الجيران يمكن أيضا العثور على هذا الجهاز بسهولة على موقع أمازان كما يوصي اللص السابق مايكل بالتفكير بالطريقة التي يفكر بها اللصوص اسأل نفسك كيف يمكنني دخول هذا المنزل؟ إنه تمرين رائع كبداية لاكتشاف النقاط الضعيفة في منزلك تجول في منزلك هل توجد نافذة يمكن فتحها بسهولة؟ أوه انتظر هل يمكن رؤية حاسوبك المحمول على المكتب من الشارع؟ بمناسبة الحديث عن الشارع إذا اشتريت جهازا إلكترونيا جديدا مثل التلفاز أو الكمبيوتر فلا تترك الكاراتين الفارغة ظاهرة بالقرب من حاوية القمامة يبدو هذا وكأنه دعوة إلى اللصوص سيعرفون أن لديك أجهزة إلكترونية باهظة الثمن داخل المنزل بدلا من ذلك قم بتفكيك وتقطيع السناديق الكارتونية ثم ضعها بعيدا لإعادة التدوير لسوء الحظ تعتبر نوافذ الطابق الأول بمثابة أماكن للدخول في 23% من عمليات اقتحام المنازل لمنع حدوث هذا يمكنك شراء مجموعة إنذار لاسلكي عندما يتعلق الأمر بالباب الأمامي يمكن أن يكون تثبيت القفل ذي المفتاح المزدوج حلا وبالمثل تقوم إضاءة مستشعر الحركة بهذه المهمة هل توجد نقاط عمياء حول منزلك؟ ارفع مستوى نظامك الأمني بإضافة الكاميرا الأمنية ذات الرؤية الليلية إذا كنت تريد معرفة ما يحدث داخل منزلك وليس خارجه فحسب فيمكنك الحصول على إحدى أدوات الأمان رائعة هذا يشبه جهاز أوربي روبوتك موبايل سفير الكرة لكن به كاميرا مدمجة ونطاق رؤيتها غير محدود تخيل أنك في المكتب وتريد اللعب مع كلبك يمكن لصديقك المقرب ذي الأقدام الأربعة مطردة الكرة في المنزل أثناء وقوفك للتحكم في هذا الجهاز عن بعد آه حسنا كنا هنا للحديث عن إنقاذ منزلك من اللصوص لذا سأترك ألعابا مسلية للحيوانات الأليفة للتحدث عنها في فيديو آخر إليكم حقيقة مروعة عن الأسوار يعتقد معظم الناس أن الأسوار بمثابة الحراس الذين يحمون ممتلكاتهم أسف لأنني سأفسد هذا المعتقد لكن حتى الأسوار العالية والصلبة ليست آمنة كما تعتقد القاعدة الأولى للصوص هي عدم الإمساك بهم وإذا اقتحموا منزلا محاطا بأسوار في الليل فسيتم تغطيتهم تماما جيرانك لا يمكنهم رؤية من هو هذا الشخص كما تعلم ما لم تكن لديهم قدرة على رؤية بالأشعة السينية يجب أن يكون من الصعب تسلق الأسوار إحدى أسباب وجود الأسوار هي إضافة المزيد من الخصوصية لكنني أقول فقط إن الأسوار المعدنية والأسلاكة والأسوار الخشبية تصاعب على المتسلل نقط حام المنازل إذن لقد أفسدنا خطط اللصوص قد يساعدك تطبيق النصائح الموجودة في قائمتنا على تثبيط ومنع عمليات السطوة والحفاظ على سلامتك هل واجهت مثل هذه الحوادث غير السارة من قبل إذا كان الأمر كذلك فهل لديك أي نصائح أخرى يجب أن ينتبه لها أصدقاؤك من متابعي قناة الجانب المشرق حسناً عندما تفكر في أخطر طائر في العالم قد يتبادر إلى ذهنك العقاب أو النصر لكن من المفاجئ أن طائر الشبنم الغريب قد يلحق أضراراً أكبر بكثيراً من هذين الطيرين سيئي السمعة قد يعادل طول ووزن أكبر أنواع الشبنم طول ووزن الإنسان العادي هذا الطائر البدين غير قادراً على الطيران مثلك تماماً لكنه يجري بسرعة لذا لا تحاول الهرب منه فهو قادراً على الوصول إليك حتى في الماء لأنه سباح ماهر ويمكنه الركض بسرعة تصل إلى خمسين كيلو متر في الساعة لذلك قد تحتاج إلى سيارة للهرب إن كان حولك طائر شبن من غاضب لكن لا تقلق فمن النادر جداً مهاجمة هذا الطائر للبشر من الأساس الأوز الصامت مخلوق رشيق وجميل هذا ما يعتقده الأغلبية على الأقل لكن لمس هذا الطائر البالغ وزنه 13 كيلو جرام فكرة سيئة لطائر الأوز نتوء عظمياً في كل جناح ويستخدمه لمواجهة الأعداء يبلغ طول جناحي مترين ونصف تقريباً ويمكنه صفعك بهما كما أنه يعض أيضاً لكل هذا لا تقترب أبداً من هذا الطائر فهو معروف بمطاردة البشر خاصة إن كان صغاره في الجوار ولا تدع الاسم يخدعك أيضاً فهذا النوع غير صامت يمكن للأوز إصدار صوت هسهسة عالاً وحتى النباح لتحذيرك من الاقتراب أكثر من اللازم لطالما كانت علاقة البشر بطيور العقعق غريبة فهي أشبه بعلاقة حب وكره في آن واحد قد يتصرف هذا الطائر متوسط الحجم بعدوانية كبيرة في بعض الأحيان لكنه قد يصبح صديقك إن أحسنت معاملته يمكنه تمييز الوجوه البشرية ومن المؤكد أنه سيعود إلى شرفة منزلك إن قدمت له طعاماً لذيذاً وفي المقابل إن أسأت معاملة طائر العقعق فسوف يتذكر ذلك الموقف ويحقد عليك لذلك انتبه منه لقد حذرتك من المعروف أن طائر البجع رمز للحب ويقال أنه مستعد لتضحية بحياته لحماية صغاره آه هل هذا السبب قدرته على اتلاع الفريسة بأكملها دون مضغها أو تقطيعها؟ احرص على عدم الاقتراب من عشه صحيح أنك لست سمكة صغيرة وأن منقار البجع صغير جداً على اتلاع إنسان كامل إلا أنك لا تريد أن يعضك ألا تتفق معي في هذه النقطة؟ حسناً الطائر التالي سيخيفك باسمه فقط لقلق شوبل طائر كبير جداً ويصل طوله إلى متر ونصف وهذا أقل بقليلاً من طول الإنسان المتوسط لذلك لا عجب أنه قادر على مواجهة التمساح يعني التمساح الصغير لكنه لا يحتاج سوى لفكه فائق القوة للفوز بضربة واحدة ألا تزال غير خائف منه؟ حسناً يصدر هذا الطائر أصواتاً مرعبة وستشعر وكأنك في فيلم رعب عند سماعه الآن إن كنت تعتقد أن النعام الجبان لا يشكل أي خطر فأنت مخطئ جداً أولاً لا يدفن هذا الطائر رأسه في الرمال كما نظن إنه مجرد خداع بصري وإلا كيف سيستطيع التنفس في الرمال ثانياً يفرط النعام في حماية صغاره وإن حاولت يوماً لاقتراب من صغاره فإن هذا الوحش ثقيل الوزن القادر على الجري بسرعة تضاهي سرعة السيارة داخل حدود المدينة سيستنفر لمطاردتك لست خائفاً بعد؟ حسناً يجب أن تخاف منه فالنعام أقرب قريب حياً لديناصور تيريكس إلى جانب الدجاج يبدو طائر الهواتز مسالماً تماماً باستثناء رائحته الكريهة وهذا موضوع آخر لكن أجنحة صغاره ليست كذلك يضم جناح الفرخ مخلبين مميزين باستخدامات متعددة أولاً يزودانا ببعض الحماية من الحيوانات المفترسة وثانياً يساعدانا على تسلق الأشجار في حال سقوطه من العش لكن حالما يكبر الفرخ تختفي هذه المخالب مثل الأسنان اللبنية لا يهم الحجم في بعض الأحيان لو كنت مثل طائر الطنان لاتطررت لتناول حوالي 150 كيلوغرام من الطعام يومياً لتحافظ على وزنك الطبيعي لمجارات عمليات الأيض السريعة في جسمك لكن عمرك سيكون أقصر بكثير ما بين ثلاث إلى خمس سنوات فقط إن كان شعرك مصبوغاً فلديك قاسم مشترك مع النسر الملتحي على الأرجح أننا النوعان الوحيدان في العالم اللدان يستخدمان الصبغة لغرض معين تصبغ النسور ريشها بالتربة الحمراء لإظهار هيمنتها على الطيور الأخرى أما البشر فإنهم يتبنون ذلك من باب التغيير قد لا يكون كوندور كاليفورنيا بحجم طائرة لكنه ضخم جداً يبلغ طول جناحي ثلاثة أمتار تقريباً وهذه الأجنحة الكبيرة خطيرة على البشر لكن احتمالات أن تصادف هذا الكائن ضئيل فلا يوجد سوى مئتين من هذا النوع في أمريكا ها أنت ذا تبحث عن طعام لذيذ في الثلاجة لكنك لا تتمكن من إيجاد ما تريده لو كان طائر سمنة باسياً في مكانك فسوف يخرج ريحاً في الثلاجة يبدو هذا مقززاً لكن يبدو أن هذه هي الطريقة التي يبحث بها الطائر عن ديدان الأرض المختبئة يجم عليها بدراطه فتصاب الديدان المسكينة بالصدمة وتصبح هدفاً سهلاً له أغلق أنفك وبالعافية حسناً لنكتفي بهذا القدر من المعلومات الغريبة وننظر إلى السماء لن تتوقع وجود طائر سامن في هذه القائمة أقدم لك بيتوهي المقنة اكتشف العلماء أن هذا طائر سامن عندما لاحظوا شعورهم بالخدر والحرقة بعد لمسه هناك الكثير من السموم في ريشه وخاصة في الجانب السفلي لا ينتج هذا الطائر السموم بنفسه والراجح أنه يحصل عليها من الخنافس التي يأكلها وماذا عن الأوز المجنح؟ هذا الطائر معروف بكونه سامن هو الآخر وتأتي سميته من مضغي خنافس البثور ياه من الآمن لمسه لكن تناوله قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن علاجها فالسم يبقى حتى بعد طهي الطائر طائر آخر يجب أن تتجنب أكله هو السمان العادي لا تخلط بينه وبين السمان الياباني الذي يربى كحيوان داجن في العادة قد يكون طائر السمان العادي شديد السمية مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الفشل الكلوي وكل هذا يعتمد على النباتات التي يأكلها الطائر لكن إليك هذا الخبر السار لا يكون السمان ساماً إلا أثناء فترة الهجرة فهو لذيذ وآمن خارج نطاق الهجرة إن لم تكن متأكداً تماماً من ذلك فمن الأفضل أن تتجنب تناوله إلا إن كنت لا تمانع شعورك بألم في عضلاتك إن رأيت بوماً ثلجياً منفوشاً فمن الأفضل أن تغمض عينيك وتهرب قد يبدو هذا الطائر مسالماً لكنه يمتلك مخالباً حادة كشفرة الحلاقة وهو بارع في استخدامها لأنه يوجهها إلى أضعف أجزاء الجسم مثل الرأس والعين وصلت كالمعلومة لا تعبث مع البوم الثلجي هناك نوع آخر لا تريد لمسه وهو طائر السمنة الصرد الصغير ردد اسمه بسرعة عدة مرات السمنة الصرد انظر إلى هذا الطائر الصغير وعينيه البريئتين ولا تنخدع بهما تذكر شكله ولا تلمسه أبداً فهو سام مثل ضفضع السهم المعروف في أمريكا الوسطى والجنوبية طائر إفريد ذو الرأس الأزرق صغير الحجم لكن لديه آلية سامة تجعله لا يقهر لا يأكل سوى أنواع معينة من الخنافس التي تزوده بسموم خاصة حتى لو لمسته فمن المحتمل أن تشعر بالخادر بسبب ثمه هذا الطائر غير صالح للأكل لأن سمومه لا تختفي حتى بعد طهيه يعد العقاب الذهبي رافع الأتقال في عالم الطيور إذ يمكنه حمل وزن يصل إلى 1.8 كيلوغرام ويحمل السلاحف والفرائس الأخرى بسهولة هذا الطير المهيب قوي بما يكفي لنشل طفل صغير لكنه لا يفعل ذلك أبداً إلى جانب ذلك يستخدم الناس في منغوليا العقاب الذهبي لصيد الضئاب يعيش الأوز الكندي بالقرب من البشر منذ سنوات طويلة لكنه لا يزال يشعر بالقلق عند اقترابنا من موطنه خاصة في موسم التزاوج الربيعي في هذا الوقت قد يلاحق الأوز الأشخاص الذين يعتبرهم خطراً على بيض أو شريك أو صغار ويعضهم أيضاً إن كنت تريد تجنب التعرض لهجوم هذا الطير الغاضب والعدواني فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التراجع ببطء قد يبدو طائر النورس الرومانسي المحلق في السماء مسالماً وأن أسوأ شيئاً يمكنه فعله هو إسقاط فضلاته على الأرض حسناً هذا الانطباع مضلل جداً لأن النورس شديد العدوانية ومثل كل أبناء جنس لا يهاجم لمجرد رغبته في الهجوم لذلك فالقاعدة بسيطة لا تلمس هذه الطيور وابتعد عن أعشاشها عندما يتم اختراع آلة السفر عبر الزمن توخى الحذر الشديد مع طيور الماضية لقد مر زمن طويل منذ انقراض الفيلوسيرابتر مع باقي ديناصورات كان لهذا المخلوق مخالب وريش مما يجعله طائراً حقيقياً وليس زاحفاً بحراشف بالمناسبة يجب أن تخاف من هذه المخالب الحادة إذ يمكنها قطع أي شيء واحذر إن ذهبت إلى المستقبل أيضاً فأنت لا تعرف ما ينتظرك هناك